في وقت تخفف بعض الدول من القيود على إجراءات التباعد الاجتماعي من أجل استعادة الحياة لا زالت تحذيرات منظمة الصحة العالمية بضرورة التزام الحذر متنامية ثمت شروط وضعها خبراء الصحة لاستئناف حركة الحياة الطبيعية مرة أخرى أولها أن يواصل النظام الصحي دوره بذات الكفاءة لوقف انتقال الفيروس وسرعة التأقلم مع تنام العدوى إلى جانب العثور على لقاح أو علاج فعال للغاية بيد أن صد الحديث عن نهج جديد يتردد بقوة داخل أرويقة المنظمة العالمية نهج يأصفه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة غرب المحيط الهادئ تاكيشي كاساي بأن من شأنه تحقيق التوازن الصحيح بين تدابير مكافحة الفيروس والسماح باستعادة النشاطات الاقتصادية مرة أخرى وحسمت المنظمة الدولية الجدل الدائرة حول منشأ فيروس كورونا المستجد مؤكدة أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أنه جاء عن طريق الخفافيش في الصين أواخر العام الماضي مستبعدة نظرية تخليقه داخل مختبر لكن العلماء لم يحسموا بعد مسألة الوسيط حيث أشارت المتحدثة فضيل الشايب بأنه لم يتم التأكد بعد من وجود مستضيف حيواني انتقل من خلاله الفيروس وجاء الإضاح بعد أيام قليلة من تأزم العلاقة بين المنظمة والولايات المتحدة حيث يعتقد الرئيس الأمريكي أن أسلوب عمل الصحة العالمية يخدم مصلحة الصين لكن الأخيرة تنفي الاتهام وتؤكد الوقوف على مسافة واحدة من جميع الدولات سيد الحديد الحدث